حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلال الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة حفل افتتاح بطولة العالم للقدرة والتي تستضيفها جمهورية سلوفاكيا وذلك بالقاعة المغلقة بالمجمع الرياضي والذي سيحتضن منافسات البطولة واجتمل الحفل على فقرات فنية وخاصة بفعاليات ونشاطات الخيل وقد افتتح البطولة النأب الثاني لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة الذي رحب بالحضور مشيدا بالاستعدادات الكبيرة والإمكانيات التي وفرتها سلوفاكيا لتنظيم هذه البطولة كما ألقى رئيس الاتحاد السلوفاكي للفروسية كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن ترحيبه بمشاركة فرسان دول العالم بهذه البطولة وألقت أمين عام الاتحاد الدولي للفروسية سابرينا كلمة رحبت فيها بالوفود وتمنت لهم تقديم أفضل المستويات لتأكيد مكانة رياضة القدرة في العالم وسوف تنطلق البطولة يوم غد السبت بمشاركة أكثر من 150 فارس وفارسة من مختلف دول العالم بينهم الفريق الملكي للقدرة وفرسان دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمسافة 160 كيلو متر وعبر خمس مراحل هذا وسيقود الفريق البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي أكد بأن الفريق أصبح جاهزا للمشاركة في بطولة العالم للقدرة عبر الاستعداد المطول الذي تم خلال الفترة الماضية بإعداد الجياد والفرسان للبطولة مشيرا سموه إلى أن الفريق الملكي سيشارك في السباق بإخيرة فرسانه لامتلاكهم الرغبة الكبيرة بالتواجد على منصة التتويج في بطولة العالم للقدرة وأضف سموه بأنه تمهيدا للمشاركة في البطولة فقد تم إعداد برنامج مطول من خلال التواجد في البطولات الأوروبية التي أقيمت بمختلف الدول وخلال تلك المشاركات تجح فرساننا في تحقيق أفضل النتائج وجاءت تلك النتائج مشجعة ورفعت من الروح العالية لأفراد الفريق للمشاركة في هذا السباق العالمي الكبير وأشار سموه إلى أن الفريق البحريني للقدرة وقف في تلك البطولات على منصة التتويج وسوف يحرص على التواجد كذلك من خلال حرصه على تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله في هذا السباق وأضف سموه بأننا نثق في فرساننا بدرجة كبيرة كما أن التفاؤل يسود كافة أرجاء الفريق وكذلك الطاقم الفني والإداري وذلك من خلال برنامج الأعداد المطول للمشاركة في البطولات وأكد سموه بأن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الملكي خلال بطولاته الأخيرة تعتبر مؤشرا طيبا وإيجابيا للمشاركة في بطولة العالم للقدرة مشيرا سموه إلى أن الفريق يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في السباق الذي سيشارك فيه نخبة من فرسان المملكة وفرسان العالم ويذكر بأن الفريق البحريني سيشارك بخمسة من الفرسان على المستويين الفردي والفرق في هذه البطولة